منذ أكثر من عشرين يوما والموصل تواجه ارتفاع الشوائب في مياه الشربة ناقص خطر يهدد صحة أكثر من مليون شخص يقتنون المدينة بالأمراض بعد تشخيص عدة حالات صحة نينوها امتنعت عن الإدلاء بأي تصريح حيال الأمر لكن أهالي المدينة وجهوا نداء استغاثة إلى الحكومة المركزية لإصعافهم في مواجهة تحديات خدمية لم تستطع الحكومة المحلية حلها منذ تحرير المدينة الماء اللي يعيجينها الماء غير صالح للشرب ماء حتى اللون موت للماي اللون العادي لونه على كاكوي ويوجد حالات تسمم يعني قبل يومين بنت أخوية تسممت فرحت للمستشفى لقيت حالات تسمم أكثر فيما يروي آخرون أن الوضع الاقتصادي المتعب لدى سكان الموصلة أجبر الكثير منهم على استخدام مياه غير صالحة للشربة لعدم توفر البديل وقلة الإمكانيات المادية لشراء أجهزة تصفية منزلية وضع الموصلة الاقتصادي بصورة عامة متدهور لا يتحمل أن الناس تشتري فلاتر أو ما يمقطر هذا الشيء لا نعرف من لوم المحافظة المركزية وعند محاولتنا الدخول إلى محطات تصفية المياه لتوثيق آلية العمل كانت الأوامر بالمنع لكن مدير ماء نينوى نفى في تصريح خاص به الحرة وجود تلوث في المياه أو وجود حالات تسمم مؤكدا أن عدم معالجة عكورة المياه لارتفاع نسبتها في نهر دجلة إلى ألفي وحدة والتي لا تستطيع مديريته السيطرة عليها في الفترة الأخيرة حدثت زيادة في العكورة بسبب الفيضانات والأمطار زادت نسبتها عن ألفين وحدة عكورة والتي لا يمكن لمشاريعنا أن تقوم بتصفية المياه هناك بعض الدعايات المغرضة حول تلوث المياه أو ظهور حالات تسمم نام في كل هذه الأمور لدينا تنسيق مع مديرية صحة نينوى هذا وتعرضت مشاريع ماء الإسالة وشبكات نقل المياه في الموصل إلى أضرار كبيرة خلال الحرب على داعش ويحذر مختصون من استمرار أزمة تلوث مياه الشربة والتي أصبحت غير صالحة للشربة لما تسببه من أمراض معاوية خطيرة من الموصل هيتم أحمد الحرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر